السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم وتقرير جديد عن آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية بعد الهجوم الأوكراني المباغت الذي شنته في اليوم السادس من شهر أغسط آب الماضي وتمكنت أن تتوغل داخل الأراضي الروسية في مقاطعة كوريس حوالي 20 إلى 25 كلمتر بعد ذلك بدأت القوات الروسية تعد العدة من أجل القيام بشن هجوم مقابل في ليلة العاشر على 11 من هذا الشهر بدأت القوات الروسية هجومها المقابل الكبير من أجل استعادة مقاطعة كوريس بعد السبوع الأول من التوغل الأوكراني بدأت القوات الروسية بالقيام بعمليات نقل قوات إضافية إلى جبهة كوريس وقامت بنقل عددا من الألوية ما يقارب من 9 إلى 10 ألوية ونقلت أربعة ألوية مشات آلية ميكانيكية وكذلك لواءين من المشات والدفاع المحلي إضافة إلى لواءين من المشات البحري أو المارينز إضافة إلى لواءي صولة جوية أو قوات الاسبيتناز أو القوات الخاصة الروسية وهذه الألوية التسعة بدأت بتحشيدها حول الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة كوريسك القوات الروسية قسمت جبهة مقاطعة كوريسك إلى ثلاثة اتجاهات أو ثلاثة محاور المحور الأول هو المحور الشرقي وحشدت به ثلاثة ألوية والمحور الشمالي وأيضا ثلاثة ألوية وكذلك المحور الغربي القوات الروسية كما قلنا ليلة العاشر على الحد عشر من هذا الشهر بدأت بهجومها المقابل ولكن من الاتجاه الغربي في حركة مباغتة وسريعة من قبل القوات الروسية وتمكنت أن تتقدم عدة كيلومترات بعد أن انطلقت من بلدة كورنوضا جنوبا نحو مدينة سناقست وسناقست هي أكبر بلدة سيطرت عليها القوات الأوكرانية بعد بلدة سوديا المدينة الأكبر والاستراتيجية التي سيطرت عليها في الجنوب الشرقي من كوريكس إذن في المرحلة الأولى من الهجوم تمكنت القوات الروسية أن تسيطر على سناقست وسيطرت على مساحة واسعة تقدر بحوالي 100 كيلومتر مربع في هذه المرحلة الأولى من الهجوم الروسي المقابل تمكنت أن تسيطر على مساحات واسعة ودخلت بلدة سناقست وسيطرت عليها بالكامل في اليوم التالي للهجوم تمكنت القوات الروسية أن تصل إلى بلدة أبا خوفكا وأيضا تمكنت من السيطر عليها بالكامل وفي اليوم الثالث تمكنت القوات الروسية من الوصول إلى بلدة ليو بموفكا وأيضا سيطرت عليها بالكامل وبذلك تتمكن القوات الروسية من السيطرة على ما يقارب 100 كيلومتر مربع خلال المرحلة الأولى من الهجوم المقابل الروسي من أجل استعادة أراضي مقاطعة كوريك السؤال هو الآن ما هي الخطوة المقبلة للقوات الروسية واضح أن القوات الروسية تريد أن تسيطر على المناطق الغربية وصولا إلى بلدة سيفرديلوفكا وأيضا بنفس الوقت قد تهاجم من الشمال والسيطرة على نوفا إيفانوفكا وبذلك سوف تحقق المرحلة الأولى من هجومها المقابل في كوريك يتبقى لها المحور الشمالي والمحور الجنوبي المحور الشمالي وهو من اتجاه شبتخوفكا ونحو ملايا لوكنيا من الممكن أن تهاجم القوات الروسية هذا الجيب الأوكراني من الشرق ومن الغرب وبذلك تتمكن من وضع القوات الأوكرانية في هذا الجيب بين فكي كماشا وتجبره على الانسحاب قبل الهجوم أو قد تقع فيها الأسر أو القضاء عليها وبعد ذلك ننتظر المعركة النهائية وهي معركة المحور الشرقي أو معركة مدينة سوجيا وقد تهاجمها القوات الروسية بعد أن تسيطر على المحور الشمالي وتهاجم بعد ذلك مدينة سوجيا وبذلك تتمكن من استعادة السيطرة الكاملة على الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة كوريك السؤال هو الآن هل تتوقف عند الحدود الدولية أم أنها سوف تندفع إلى داخل الأراضي وتهدد مدينة سومي الاستراتيجية التي تقع في شمال خاركيف من الممكن أن تتوغل القوات الروسية وتطوق مدينة سومي وبذلك تؤمن منطقة عادلة داخل الأراضي الأوكرانية وأيضا من الممكن أن تهاجم القوات الروسية بعد أن تسيطر على كامل أراضي كوريك قد تهاجم شمال خاركيف وأيضا تقترب من مدينة خاركيف وأيضا بنفس الوقت تشكل منطقة عادلة في شمال خاركيف لكي تؤمن مدينة بلغرود الروسية والتي طالما كانت تتعرض للقصف في إضافة إلى القصف في الطائرات المسيرة وبذلك تحقق القوات الروسية غايتها وهي استعادة الأراضي التي سيطرت عليها القوات الأوكرانية في مقاطعة كوريك وتحقيق منطقة عازلة في شمال سومي وكذلك في شمال خاركيف إذن هذه آخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والهجوم المقابل الروسي لاستعادة كوريك وكذلك بنفس الوقت استعادة المناطق المتبقية من مقاطعة دونسك في شرق أوكرانيا شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم